اشتركوا في القناة وقلنا نحن لا نعقل كنها الصفات الثبوتية فلذا نصير إلى ما نعقل من سلوبها وما نعقله من سلوبها هو ما يتلاءم مع الغنى المطلق لأنه تعالى واجب الوجود نحن بإمكاننا يا أحبة أن نقول هكذا ينزه المولى عز وجل عن كل صفات الممكنات انتهى يجب تنزيهه عز وجل لأن العقل يمنع أن يتصف واجب الوجود بصفات الممكن هكذا نكون قد أجللنا ربنا تبارك وتعالى عن ملامسة ومشابهة ومجانسة الممكنات كلها لكن لأهمية هذا البحث وما له من كينونة التوحيد حيث يدعي الكل توحيدا لله فقلنا التوحيد لا يظهر فيه مرادهم إلا من جهة السلوب لا يظهر فيه المراد من التوحيد إلا من جهة السلوب فنحن والنصارى واليهود بمذاهبنا وطوائفنا ومدارسنا نقول بقول إن الله الواحد إن الله تعالى الخالق هو واحد أحد ما المراد بالأحدية وما المراد هنا بالواحد نحن ذهبنا إلى التوحيد بكل معانيه توحيد في الذات وقصمناه إلى واحدي وإلى أحدي وتوحيد في الصفات نذهب فيه إلى وحدانية المشرع والمدبر والخالق والرازق وهكذا وكلها تنحصر بواجب الوجود تبارك وتعالى وكان كلامنا في التوحيد الذاتي بمعنى الأحدي وقلنا الأحد هو غير المركب هو غير ذي الجزء لأن الجزء مقوم للكل فالكل عدم عند عدم جزئه أو أجزائه وأذكر نحن قائلون بنفي الجزئية عنه عز وجل أو التجزئ عنه سبحانه بالخارج والذهن يعني ليس فقيرا سبحانه وتعالى إلى جزئه الخارج أو الذهن يعني حتى نقول ليس لربنا تعالى ما هي تنقسم إلى جنس وفصل بداهة احتياج الماهية إلى جنسها وفصلها القريبين هذا ما كنا بينا وبقي علينا التطبيق قال والاستدلال قد ذكر المصنف سبعا الأولى إنه ليس بمركب والمركب هو ما له جزء يعني المركب في مقابل البسيط لأن الأشياء إذا عقلها العقل يقسمها بالحصر بين إما وإما إما ما لها أجزاء تتركب منها وإما ما لا جزء فيه ولا ثالثة في البين ولا ثالثة في البين ولا نقول لا جزء له يعني ضرب من التوهين والافتقار إنما نقول بسيط يعني كلمة بسيط هي غير المركبة من أجزاء لا نعقل لا يعقل العقل فيها الحاجة قل هكذا العقل يقيس الموجود من جهة التجزئة وعدمه إلى قسمين إلى معقول موجود يعقل فيه التجزئة وإلى معقول يرفض العقل فيه التجزئة هذا الثاني هو البسيط فهو مورد الغنى لا مورد الفقر لأن المركب هو المحتاج إلى أجزائه حيث تحقيق المسمى زد على ذلك وهو المحتاج إلى أجزائه لبقاء المسمى وقصدي بالمسمى هذا المفهوم المفهوم لم يكن لو لا تركبه من أجزائه والمفهوم لا بقاء له إلا ببقاء أجزائه فهو محتاج إليها حدوثا كما هو محتاج إليها بقاء احتاج المركب إلى أجزائه ابتداء كما احتاج إليها بقاء أقول أرأيت ما أفدت أن تفيد خصيصة أخرى للممكن الممكن هو المحتاج إلى غيره ابتداء وهو المحتاج إلى غيره بقاء وكلامنا عن الواجب أفهل لزم خلف الفرض وكفى به إبطال لمراد الآخرين إذن الواجب يستحيل عليه الافتقار لا ابتداء ولا بقاء والمركب بداهة احتاج في تحققه إلى أجزائه وافتقر في بقائه إلى أجزائه أيضا وهي من خصائص الممكن وأما البسيط ولا نزاع في المراد والمصطلح نحن نريد من البسيط هكذا ما لا جزء له ما لا جزء له غير مركب لم يتعقل العقل فيه تجزئة انتهى هذا مرادنا من البسيط قال ثم التركيب التركيب المعقول يعني بوش معنى المعقول يعني المتعقل منه طبعا وأنا قاصد من هذه الكلمة المتعقل منه تنويها إلى ما سننفيه نحن في عقيدتنا عن الله تبارك وتعالى واحترازا عما يقول بعض أتباع الديانات الأخرى بأنه مركب واحد بأنه مركب وهو واحد تركب من الأقانيم لكنه إله واحد ما نعقله من التركيب هو أن المركب ما كان لولا أجزائه في ابتدائه وهو المحتاج إليها في بقائه هذا المركب أما إن كان قولك ومرادك كانا مركبان من أقانيم ثم صارت واحدتان أقول ما هذه الصيرورة هي انقلاب وخلف فرض وهذا ما رده إلى التناقض أم لا تفاعلت الأجزاء وصارت واحدا أقول هذا الواحد الكائن الجديد ما زال محتاج إلى تلك الأجزاء التي ركبته بحيث لو تمكن العقل من فصلها يبقى المسمى أو لا فإن قال لا يبقى المسمى كما هو الحق فمعنى هذا ليس واحدا غير مركب قال وإن كان لا لا يحتاج إليها لأنه صار بسيطا أقول هذا فل فل فال فرضه مركب هذا ما نعقله من التركيب فرضه مركب هو عدم فرضه لحظة أخرى في مكان الآخر بسيط يعني لأن البسيط هو قولي عير مركب إذن هذا تناقض قال ثم التركيب يعني التركيب المتعقل قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر الأفراد طبعا الجوهر في مقابل العرض العرض هو الحال في المحل الجوهر لهم فيه مصطلحات عدة يفسر عند بعض المتكلمين بالجسم لكن يفصلون بين الأجسام فيقولون الجسم مبدأه النقطة وهي ما كانت أحادية في الجهات ثم الخط وهو ما كان طرفين في الجهات ثم الجسم وهو ما كان ثلاثي يعني طول وعرض وعمق فهذا يسمى الجسم إن لم يكن قادر العقل يعني إن لم يتمكن العقل من لحاضي جهاته قيل جوهر فرد قيل جوهر فرد يعني خروج عن التسميات المصطلحة في الجسم هم يعقلون الجسم هكذا طبعا بعض الفلاسفة لا يسمي الجسم إلا إذا كان حي إلا إذا كان ثلاثي الجهات طول وعرض وعمق والباقي يقول خط وسطح وخط ونقطة على كل حال على كل ما يراد من الجسم الفرد هنا ما يراد من الجوهر الفرد عفوا هنا هو جسم غير قابل هكذا يقولون غير قابل للحاضي الجهات فيه هو أحادي الجهة كالنقطة يقول حتى هذا الفرد العالي الفرد الأهم من الجواهر كتركيب الأجسام من الجواهر الأفراد غير الحالة بها أعراضها وهذا أضافها قيد آخر غير الحالة بها أفراده لأن الجواهر إذا حل به العرض كان مركبا يلحظ بس أفرض أنه غير مركب مع غيره بس بطبيعته قال حتى هذا نعقل فيه إن لم يكن مركبا خارجيا نعقل فيه التركيب الذهني قال وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات من الأجناس والفصول الماهية تركب من الجنس والفصل القريبين كالإنسانية من الحيوانية والناطقية أي النوع قل قل النوع والحدود أيضا الحدود يعني التعاريف أيضا تركب من الأجناس والفصول وإلا كانت رسما قال المركب بكل المعنيين مفتقر إلى جزئه أما في الذهن حيث لا قوام للمركب الذهني الصورة الماهية المتعقلة ما كانت لتكون لولا جزئيها مفتقر إلى جزئه لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه لا تقل لف ونشر مرتب لأن كل منهما يقبل أن يوصف بالتحقق والتشخص وإن كان غالب ما يقال مشخص خارجا فبيكون لف ونشر غير مرتب يقول تحقق ذهنا تشخص خارجا بس وإن كان كلمة تحقق وتشخص بتقبل الخارج بالحالتين يعني لك أن تقول هذا متحقق خارجا ومتشخص خارجا ولك بتصرف أن تقول متحقق ومتشخص ذهنا لهذا قلت ليس لفا ونشر يقول لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه وجزئه غيره هذه الواو استئنافية ولك أن تجعلها حال استئنافية يعني نقطة لما قال لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه انتهى وجزئه غيره هذا استئناف ابتلاع من جديد والجزء غير الكل بالضرورة لأن مفهوم الجزء غير مفهوم الكل مفهوم الجدار غير مفهوم الغرفة المركبة من الجدار وغيره بضرورة بضرورة المغاير بين الجزء والكل قال وجزءه غيره ولك أن تجعل الواو حالية تقول والحال أن الجزء غير الكل لأنه يسلب عنه والسلب دليل عدم الاتصاف العقلي يعني لما يصح أن تسلب عن الجزء صفتان معنية يساوي إنها ليست فردا من أفرادها هذه إشارة عنده قدس الله سر إلى قاعدة صحيحة متينة تسمى بقاعدة الحمل والسلب لك أن تحمل مفهوما على موضوع لك أن تحمل حكما على موضوع فتقول الكتاب موجود الشيء الفلاني حي هذا نبات هذا أسد هذا وهكذا الحمل هو الصحة توصيف شيء بشيء وتعلمون أن الحمل سهل المؤونة لأنه حقيقة ومجاز فيصح أن تصف العالم بأنه بحر ويصح أن تصف الشجاع بأنه أسد على مستوى الحقيقة لا يصح أن تقول هذا أسد وتقصد بالأسد الحيوان مفترس بما له من خصائص ولك أن تدعي في عالم المجاز أشياء صحيحات بعلاقات مثل إنك ميت وإنهم ميتون هو يخاطب المصطفى صلى الله عليه فيقول إنك ميت أي بعلاقة الأول والمشارفة يعني ما تصير إليه جيد على كل حال هذا في باب الحمل فالحمل ليس دائما يكون بالدقة العقلية لأننا وجدنا المجازة قائم فيه وقابل له السلب هو الحقيقة إن صح سلب هذا الحكم عن هذا المفهوم عن هذا الموضوع أو سلب هذا الكل عن هذا الفارد معنية عقلا ليس هو هو ولو كان لما صح السلب مثاله يصح أن أقول بالدقة عن العالم الذي قلت عنه بأنه بحر يصح أن أقول هذا ليس بحرا القضية صادقة هذا ليس بحرا القضية صادقة هذا ليس أسدا القضية صحيحة إذا كنت متوهم أن هذا هذا أقول المذياع كوب بنحو من الأرحاء صحيح لكن إذا أرد أن أجرب هذا الحمل كان مجازا والله حقيقة أسلم فأقول هذا المذياع ليس صحيح وصح السلب هنا أقول الجزء ليس كلا لا يكون الجزء كلا وإن كان في توهم ما أن أحد الأقانيم إله كلي أحد الأقانيم الثلاثة أبو ابن وروح لنفرض وهم قائلون بالجزئية هم قائلون بالتركيب ابتداء فالآن نقول هذا الجزء ليس الكل لا يصح أن تقول هذا إله عيسى إله كفر علي إله كفر لا يصح أن تقول مثل هذا نحن كلامنا الآن في التركيب فقل لا يصح أن تقول هذا إله يعني جزء تعطيه حكم الكل وإن صح بنحو من المجاز عندهم قل التعاريف لا تكون إلا بالدقة العقلية فاسلب يصح أن تقول هذا ليس الله صحيح هلأ بنحو من الأنحاء أسند والإسناد خفيف المؤونة اسلب فإن صح السلب دل على أنه ليس فردا من الطبيعة وهذا واضح بالوجدان لا يحتاج إلى برهان لولا الشبهة لولا الشبهة فالجدار غير الغرفة وإن صح بنحو ما أن تشير إلى الجدار أنت ألا ترى الناس بالإشارة الحسية يقولون غرفة ويشيرون إلى الجدار هذا شيء عرفي أما التعاريف هي دقة عقلية يصح أن تقول عندئذ هذا ليس غرفة صحيح ولذا قال لأن هو جزء غيره لأنه يسلب عنه شو يعني يسلب عنه مش يحمل عليه يحمل عليه سهل المؤونة تشير إلى الباب وتقول غرفة وقصدك بعلاقة البعض والكل سهلة هذه اسلب فإن صح السلب فهذا ليس هي ليس إياها تقول عن الباب هذا ليس غرفة صحيح هذا الجزء ليس كلا قال لأنه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل أكمل الشارح قدص الله سر وما يسلب عنه الشيء فهو مغير له وإن كانت الشبهة في مقام الحمل الحمل لأنه سهل المؤونة فيه من المجاز وفيه من المغالطة وفيه من المسامحة سبب وهما واضحة إذن الدقة هي في مقامات السلب بعبارة أوضح لأن يدعي أحد من الناس أن جبريل عليه الصلاة والسلام رازق خب رازق نعم رازق كأنت يعتقد أنت بأن الأب رازق لأولادي نعم رازق لاحظنا في جانب الحمل سهل المؤونة يصح أن أقول أنت رازق لعيالك ويصح أن أقول هذا رازق وهذا الملك محرك الرياح وهذا الملك نازع الأرواح الحمل الحمل سهل المؤونة تدل تدل على تدل على أن هذا ليس هذا ويصح أن أقول ليس عزرائيل عليه السلام هو نازع الأرواح إنما الله صحيح هو المصن المشارح رحمه الله يشير إلى هذا يقول ما يسلب عنه الشيء شو هو الشيء يعني كنا عم نحكي هذا إله أو هذا الإله فإذا صح السلب وأقول هذا ليس هو ليس هذا هذا ليس هذا يعني هذا الجزء ليس هذا الكل إنما بعضه الذي صحح الحملة علاقة الجزء والكل لطالما 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 أطلق الجزء وأريد الكل كأن تقول أعطق رقبة أعطق إنسانا يعني ليش التعبير بالرقبة بالخصوص لأنها العضو الأهم الذي يربط بين أعضاء الحياة ولأن فيها ما فيها من الإهانة والعزة الرقبة فتطلق الرقبة ويراد كل الإنسان الكل جيد فإذا بلحظة ما أقدر أن أشير إلى الرقبة أقول هذه ليست كل الإنسان العبارة صحيحة صح السلب فإذا ليست هذه هذا قال فيقال الجزء ليس بكل وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له بالضرورة فعليه فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير يعني التركيبا صارخا بالإفتقار فيكون مفتقرا إلى الغير وهذا من خصائص الممكن فيكون ممكنا قال فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وإذا كان ممكنا لزم خلف الفرض وهذا تناقض قال رحمه الله الثانية إنه غير جسم ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا لفتقر إلى المكان ولم تنع فكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال طبعا الجسم هنا معنى الذي كان كنا ذكرناه سابقا على تعبير مشهور عند المتكلمين قال الجسم هو ما له طول وعرض وعمق إذا طول وعرض وعمق فما السطح قال ليس جسما وما الخط قال ليس جسما وما النقطة قال جوهر فرد إذن الجوهر عندهم في تعبيرهم ينقسم إلى الجوهر عندهم ينقسم إلى جسم وغير جسم إلى جسم وغير جسم فالجسم عندهم هو خصوص ما له جهات ثلاث الطول والعرض والعمق وما ليس له جهات ثلاث لا يسمى جسما بل يسمى جوهرا هو من الجوهر والعرض والعرض عندهم هو حال في جسم هو حال في جسم يقول هنا أكثر من دعوة الأولى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر للمفارقة وانصارت المقايس العرضية بين الجسم والجوهر أما العرض فهو قصيم للجسم حتما لأن العرض حال في الجسم والجسم والعرض قصيم للجوهر حتما لأن العرض يقوم بالجوهر إذن المقايس وانصارت بين العرض والجسم أليس الجوهر عفوا بين الجسم والجوهر أليس الجسم جوهرا قال في تعابير عدة من المتكلمين إن الجسم خصوص ما له طول وعرض وعامق والجوهر هو غيره وعلى التعبير المشهور بينهم الجوهر يشمل هما الجوهر يشمل ما كان أحاديا وثنائيا وثلاثيا وما يمكن تجزئته ما لا يمكن جوهر وإذا يسمى جوهر الجواهر الجوهر العالي صعود على كل حال أو جوهر العالي قال هنا دعويان الأولى إنه لو كان هكذا جسم وعرض وجوهر لكان ممكنا واللازم باطل فالملزوم مثله لماذا؟ نحن كنا قلنا بأن كل جسم مفتقر إلى المكان لأن الجسم هو الذي يملأ الحيز فالحيز هو ذلك المكان أعيد كل جسم يحتاج إلى حيز ليحل فيه قل ظرف وكل عرض يحتاج إلى جسم ليحل فيه كل عرض من الأعراض لا وجود له إلا في غيره في الجوهر في الجسم لا تفرق بين الجوهر والجسم كل عرض يحتاج إلى جوهر ليحل فيه وكل جوهر يحتاج لمكان ليحل فيه وما كان هذا دأبه في الحالتين فهو الممكن ولذا قال بيان الملازمة إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم مفتقر إلى المكان وكل عرض وأن كل عرض مفتقر إلى المحل والمكان والمحل غيرهما بلا شك الجسم حال في سواه والجوهر حال والعرض حال في جوهر والمفتقر إلى غيره ممكن فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا عنا وحد أخرى استدلال لطيف آخر لما استدل قدس الله سره على الحدوث وعتبر الحادث من خصائص الجسم الآن يذكر ويقول لو كان جسما لكان حادثا لأن الحادث هو المسبوق بالعدم أو المسبوق بالوجود قل مسبوق بالحركة أو مسبوق بالسكون وعلى الحالتين محل للحوادث فإذا لأن كل جسم لا يخل من الحوادث وكل من لا يخل من الحوادث فهو حادث وقد تقدم بيانه عندما استدل على أن الحادث هو المسبوق بالغير وقصدنا بهذا الغير إما حركة أو سكون وما كان كذلك لم يكن ثم كان وبالتالي هو زاهل قال لو كان كذلك لكان حادثا لو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم فيجتمع النقيضان مسألة حيث قال ومن فرعها لا يجوز أن يكون في محل يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر